في مجالنا اليوم بايدن رئيسا وترامب يقر بالهزيمة تركة ترامب الاقتصادية الثقيلة والاتفاق النووي في مهب الريح أهلا بكم في حلقة جديدة من المجال معكم محمد عمر والبداية بالعنوين الكونجرس الامريكي يقر فوز بايدن بانتخابات الرئاسة وترامب يتعهد بانتقال سلمي للسلطة بعد شغبي مناصره تركة اقتصادية ثقيلة لترامب داخليا وخارجيا على مكتب الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن وأوروبا تضغط على إيران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي وتهران تصعد عبر رفع مستوى تخصيب اليورانيوم نستهل المجال من واشنطن حيث أعلن البيت الأبيض قبول الرئيس الامريكي دونالد ترامب انتقالا منظما وسليسا للسلطة عقبها تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة وكان الكونجرس بمجلسيه أنواب والشيوخ قد صادق في جلسة مشتركة استغرقت ساعات طوالا على فوز الرئيس المنتخب فيما لا تزال ردود الفعل تتوالى بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس ووقوع مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص واعتقال العشرات محمد سليمان معه المزيد من التفاصيل محمد وكأن البيت الأبيض قد غزى حرفيا الكابيتول عبارة لا تصف في التاريخ الأمريكي إلا أحداث يوم تصديق المشرعين على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يقتحمون مقر عقادي جلسة غرفتي الكونجرس في مشهد وصفه الرئيس السابق باراك أوباما بالمخزي ووصفه سلفه جورج بوش بتمرد يليق بجمهوريات الموز ووصفه سلفهما بيل كلينتون أنه خلاصة أربع سنوات من السياسات المسمومة وهذا كان رأي الرئيس القادم هذه الفوضى في العاصمة لا تعكس حقيقتنا ولا تمثلنا أطلب من هذه العصابات أن تتراجع وأن تترك الديمقراطية تتقدم وأطلب من الرئيس ترامب أن يظهر على شاشة التلفاز الوطني وأن يدافع عن الدستور عبر إيقاف أنصاره عن التقدم باتجاه العاصمة واحتلال المكاتب وتحتيم النوافذ والتأثير في أمن وسلامة المسؤولين الذين يديرون البلاد هذا أمر محزن أن تصل بلد الديمقراطية إلى هذه اللحظة السوداء لم يظهر ترامب في التلفزيون الوطني كما طالبه بايدن بل غرد عبر منصته المفضلة بمقطع الفيديو قبل أن يحجبه تويتر لمخالفته قواعد التغريد بعد أن وقف أمام قطار الديمقراطية الأمريكية خضع فأعلن أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة على الرغم من رفضه نتيجة الانتخابات أعرف ألمكم وأعلم أنكم تعرضتم للأذى خذنا انتخابات وسرقت منا لقد فزنا فوزا ساحقا والجميع يعرف ذلك خاصة الطرف الآخر لكن عليكم العودة إلى بيوتكم الآن يجب أن ننعم بالسلام يجب أن نحترم القانون والنظام غير تقليدي في دخوله البيت الأبيض غير تقليدي في إدارته البيت الأبيض غير تقليدي في خروجه من البيت الأبيض هكذا كان ترامب بل عيل صبر موظفيه حتى أفادت وسائل إعلام أمريكية أن عددا من وزراء إدارته ناقشوا إمكانية تنحيته بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي والذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة بإيقالة الرئيس إن وجدوا أنه غير قادر على تحمل أعباء منصبه بل ودعا للأمر ذاته العديد من حلفاء ترامب بسبب هذا المشهد بعد أن سقط فيه قتلى وجرحة ومن الداعين برلمانيون وكتاب أعمدة في كبريات الصحف اليومية حتى أرسل جميع النواب الديمقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بينس يطالبونه بتفعيل التعديل الخامس والعشرين دفاعا عن الديمقراطية واعتبر ترامب في رسالتهم مريضا عقليا وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 أما الأخطر في هذا الاقتحام فأنه تجل يثبت حجم الاستقطاب الواقع في الشارع الأمريكي وأن شريحة كبيرة منهم مؤمنة بأفكار ملهمهم ترامب وأن في ذلك الدليل على مدى تغلغ للفكر الشعبوي داخل المجتمع حتى أنه وقف وجها لوجه مع أكبر مؤسسات البلاد ووجها لوجه أمام ديمقراطيتها التي لطالما اعتبرها الأمريكيون مثار فخر لبلادهم أقرى الكونغرس فوز بايدن بعد عاصفة كادت تخرج عن السيطرة وتنذر بتصدع أكبر لكن لا يعرف حتى الآن أي هزات ارتدادية تنتظرها الأيام القادمة وهل اكتفى ترامب أم ما زال في جعبة تاجر العقارات ما لم يظهره خصوصا مع إصراره على أن الفوز قد سرق منه وكيف سيؤثر ذلك على الشارع الأمريكي في السنوات القادمة حتى وإن سيطر الديمقراطيون على كل مؤسسات صنع القرار الأمريكية من البيت الأبيض إلى غرفة الكونغرس أيام قادمة تناقشها محمد مع ضيفك هل في جعبة ترامب المزيد؟ هذا ما سنسأله لضيفنا من واشنطن الباحث في المركز العربي الدكتور جو ماكرون أهلا ومرحبا بك دكتور جو بحديثه عن تسليم منظم للسلطة هل نفذت أوراق الضغط لدى دونالد ترامب؟ لا شيء منظم في هذا الانتقال للسلطة للأسف نتيجة تركمات منذ ألانة نتيجة من الولايات في بداية نوفمبر فبالتالي نعم كانت رقصته الأخيرة لعبة ورقته الأخيرة التي كانت تقعر إلى حد ما تهديد المؤسسات وحاولة عرقلة مسار دستوري محتوم فبالتالي أمامه أسبوعين الآن هناك تهديدات بالاستقالة هناك تلويح له باستخدام بعض الأمور لربعاده عن منصبه فبالتالي أصبح أكثر عزلة الآن لديه فقط قاعدته خارج الحكم إلى حد ما يريده أن يكون زعيمها بين مزوجين في المرحلة المقبلة لكن لطف أعتقد إرسه إلى حد بعيد وستطبق هذه نقطة سوداء له في رئاسته الأولى والوحيدة كما قال زميلي محمد بعض أعضاء الحزب الجمهوري عيل صبرهم من ترامب يعني استقالات بالجملة في هذا الحزب ومن أتباع دونالد ترامب هذه الاستقالات هل ستحدث فارقا في شكل السياسة الداخلية للولايات المتحدة في السنوات القادمة؟ بالنسبة لإدارة هي فقط رسالة أخيرة حتى منها رفع عطب لأنهم تأخروا أعتقد في الاستقالة أما التحول الكبير هو في أولا ترامب خسر الرئاسة لجمهوريين وخسر أيضا مجلس بشقيه مجلس نواب مجلس شيوخ فبالتالي الكل الآن أصبحوا يأخذون مسافة منه لأنه لم يعد يكسب الانتخابات فنرى كثير من القيادات في مجلس شيوخ تحدثه لكن هناك أغلبية من الجمهوريين في مجلس نواب لا تزال معه على الأقل علنا هذا سيكون صراع كبير داخل حزب الجمهوري في المرحلة المقبلة بين جناح ترامب وجناح المعتدلين وسنرى هذا الحراق كيف سيتحول هناك كثير من أقصهم ترامب حزب الجمهوري هل سيعودون إليه في المرحلة المقبلة أو سيكون أقرب إلى بايدن ومستقلين نحن ندخل في معركة كبيرة بين الجمهوريين أعتقد ستبدأ لسنوات وسنوات طيب دكتور جو إلى أي درجة يستطيع بايدن رأب الصدع الذي خلفه دونالد ترامب وإدارة دونالد ترامب يعني بعد هذه الخلافات التي حصلت وشكل صورة الولايات المتحدة كراعية للديمقراطية في العالم يعني طبعا هذه الصورة السلبية يعني للأسف لا تترك أسرا تقوض الشرعية الإخلاقية لأمريكا في موضوع انتقال السلم للسلطة لكن أيضا المؤسسات الديمقراطية كانت محصنة تمكنت من استيعاب رئيس بميول استبدادية لم يتم تذكر تجوز الإعلام والقضاء والولايات وحتى الكونغرس كما رأينا في الأيام الأخيرة فبالتالي الآن لديه أغلبية في الكونغرس لكن طبعا البلد منقسم يعني هناك لديه اليسار في حزبه قد لا يتفق معه جمهورين منقسمين أعتقد سيبلس تحالف بين إدارة بايدن وبعض المعتدلين الجمهوريين الذين رأيناهم تحدث ترامب في الأيام الأخيرة سيحاولون تمرير بعض الأمور لكن لسنا أمام مرحلة ثورية ستكون محاولة لامتصاص كورونا تدايات الاقتصادية محاولة إيجاد بعض التهديئة في الخطاب السياسي لكن لسنا أمام مرحلة ستكون تحولية ومفصلية إدارة بايدن هي إدارة انتقالية للخروج من تداعيات رئاسة ترامب هذا سنتناوله في ملفنا القادم التداعيات الاقتصادية والضغوط التي تواجهها الولايات المتحدة في حربها ضد فيروس كورونا لكن هناك نداءات من ضمن الانتقادات التي خرجت عبر تويتر ووسائل التواصل نداءات بملاحقة ترامب قضائيا خصوصا أن هناك عدد من القتلى سقطوا في أحداث الأمس وعزل ترامب من منصبه هل هذا ممكن؟ يعني ممكن نظريا لكن من الصعب إيجاب أدلة حسية أن الرئيس أمر بشكل مباشر بهذا الاختحام فبالتالي هو دعا ربما إلى التظاهر سيمكن أن يكون محاميه بأنه ليس لما يصدر أوامر هو طبعا هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية بالدعوة لهذه التظاهر بالتشكيك بالانتخابات لكن بالنسبة لإيجاد أدلة حسية تورط الرئيس لا أعرف إذا هذا الأمر موجود كان نضيش له في مكان ما لكن الاتصال الذي قام به بمسؤول في ولاية جورجيا يطالب منه بإيجاد أصوات من مكان ما هنا مسؤولية أكثر جرمية بأن الرئيس يتدخل في محاولة تزوير انتخابات هذه قد يكون لها ربما أرضية لرفع دعوة في جورجيا أو غيرها لكن بالنسبة إلى هذا الاقتحام لا أرى هناك أدلة حسية تورط الرئيس بشكل مباشر طيب دكتور وأنت تقيم في الولايات المتحدة يعني نعلم جميعا أن هناك حالة من الصدمة والذهول أصابت الشعب الأمريكي جراء أحداث الأمس الآن وبعد يوم من هذه الأحداث ماذا يقول الشارع الأمريكي؟ يعني لا أعرف سنعنا الاستطلاعات لكن كل أستطلاعات في الفترة الماضية كانت تؤشر أن رأي العام الأمريكي يعتقد أن انتخابات حسيمت وأن بايدن هو الرئيس فبالتالي ترامب يحفر حفرة لنفسه تتوسع يوما بعد يوم فبالتالي يعني أعتقد كالعادة سنارة مناصريه متمسكين بخطبي بين الانتخابات مزورة لكن جزء كبير من الرأي العام الأمريكي يريده تجاوز هذه المرحلة يريده التعامل مع التحديات الاقتصادية والصحية وبالتالي يعني كما هي العادة ترامب يفكر بقاعداته هي التي لديه أسهمي المرتفعة هناك لكن أعتقد جزء كبير من الأمريكي أصبح مستعدين لطوي صفحة ترامب وانتقال لمرحلة أكثر هدوءا واستقرارا في النظام السياسي من واشنطن البحث في المركز العربي دكتور جو ماكرون شكرا جزيلا لك نبقى في الولايات المتحدة حيث يواجه النظام الصحي في البلاد خطر الانهيار مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا وتعاني المستشفيات الأمريكية منذ نحو شهر من تزايد كبير في عدد المصابين بالفيروس حيث أوشكت غرف العناية المشددة من بلوغ قدرتها الاستيعابية القصوى فيما تنتظر الرئيس المنتخب تحديات اقتصادية أخرى تركة اقتصادية ثقيلة وملفات معقدة داخليا وخارجيا تركها ترامب لخليفته بايدن وبالنظر إلى طريقة التعاطي مع القضايا والملفات فإن سياسة بايدن الهادئة والدبلوماسية مضطرة للتعامل مع جبهات فتحها ترامب بالعدائية وشن الحروب بالأسلحة التجارية على الصديق والعدو على حد سواء فملف الحرب التجارية مع الصين لم يحسن بعد وإن كان المحللون يتفقون على أن بايدن لن يتهون في ضبط وطيرة التطور الاقتصادي الصيني وسعيها لتكون أكبر اقتصاد عالمي والاستفادة من الأرضية التي وفرها ترامب بطريقة أكثر دبلوماسية ومرونة وينطبق ذلك على كل من المكسيكي والاتحاد الأوروبي وبرغم من البداية المشرقة للترامب بتوفير سبعة ملايين وظيفة جديدة إلا أن وباء كورونا دخل السنة الأخيرة ليتسبب بفقدان أكثر من 21 مليون مواطن لوظائفهم بحسب وزارة العمل منهم أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون متعطل دائم منذ أكثر من ستة أشهر ويلام ترامب فيها على طريقة إدارة أزمة كورونا ما سيجعل طريق بايدن وبرنامجه لإعادة تشغيل الاقتصاد وتحفيز النمو وزيادة فرص العمل مرهون بمعالجة سريعة لأثار الوباء الاقتصادية والتعامل مع مرحلة الانفراج والتفاؤل بشأن اللقاحات التي تم اكتشافها سياسة ترامب الحمائية وشعارات أمريكا أولا التي وجدت صدا كبيرا في الأوساط العمالية دفعت بايدن لإبرامي وعود تتعهد باستعادة الموقع الصناعي المتقدم لأمريكا ودفع عجلة الإنتاج في تيار معاكس لسياسة ترامب الضريبية يخطط بايدن لزيادات كبيرة في الضرائب على أصحاب الرواتب العالية لسد النقص في التسهيلات الضريبية خلال الأربع سنوات الماضية والتي بلغت تريليونا ونصف تريليون دولار كما سيلجأ لضريبة عشرة في المئة على الشركات التي تنتقل للعمل في الخارج لسد ثغرات التهرب الضريبية حمزة بيدات تيارتي عربي تعليقا على الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد المنعم إدريس أهلا ومرحبا بك سيد إدريس ملفات متعددة وشائكة تخيط بالولايات المتحدة أهمها طبعا ملف كورونا وأبعاد هذا الملف الاقتصادية تحديدا في البداية أستاذ إدريس ضعنا في صورة الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة المحللون الاقتصاديون وكل التقديرات رحبت بفوز ليس فقط بفوز جو بايدن بل الأهم هو سيطرة الديمقراطيون على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وذلك لسببين السبب الأول قصير المدى وهو أن الديمقراطيين بلا شك سيضيفون مبالغ إضافية قد تصل إلى 750 مليار دولار خطة إسحافية لإنقاذ الشركات ولمساعدة الأمريكيين هذه الخطة تحتوي على الأقل على 300 مليار دولار شيكات تنزل في حساب الأمريكيين لمساعدتهم في مواجهة جائحة كورونا هذا هو السبب قصير المدى الذي جعل المحللين والمراقلين حول هذا السبب تحديدا أستاذ إدريس برأيك أن الإدارة الأمريكية القادمة قادرة على إيجاد حلول سريعة للأزمة الاقتصادية التي تعانيها الولايات المتحدة الديمقراطيون كانوا دائما أثبتوا في الفترة السابقة أنهم أحرص على معالجة الأزمة حاليا لكن نذكر جميعا أيضا أستاذ إدريس أن ترامب وصل إلى البيت الأبيض من خلال حملته الانتخابية التي كانت بشكل كبير تتحدث عن الاقتصاد ودعم الاقتصاد للمواطن الأمريكي وهذا ما أوصله إلى البيت الأبيض الاقتصاد نعم معك حق ولكن أنا لا أتحدث على مستوى البيت الأبيض لأن السياسات يجيزها الكونغرس وكما تعلم أخي محمد أن ترامب حاول أن يجيز الخطة الإسعافية بقرار تنفيذي وفشل الديمقراطيون دائما كانوا يسعون للحصول على مبلغ أكبر لإنقاذ الناس والشركات ومساعدتهم في مواجهة جائحة كورونا أنا أتحدث عن المعالجات السريعة أما فيما يخص وهذا هو الأهم للمعالجات الكبيرة والتي جعلت مثلا كمؤسسة جولمان ساكس اليوم رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكية بنسبة 5.0% وذلك لسبب محدد اللي هو أن جو بايدن لديه خطة لتطوير قطاع البناء يريد أن يبني شوارع جديدة ومدن وكذا وهذه الخطة تساعد على توظيف على الأقل 11 مليون أمريكي أيضا ليست خطة البناء فقط ولكن أيضا الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة هذين المشروعين استبشر بهم وولستريت والشركات الاقتصادية لأنه أنت كما تعلم أستاذ محمد هنا القطاع الخاص يطلع بهذه الحكومة فقط تعطي العطاءات طيب إلى أي درجة ستختلف السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد إعلان جو بايدن أنه سيعيد الاتفاقات الدولية التي تحلل من معظمها دونالد ترامب وما تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي أيضا نعم هذا سؤال مميز أنت كما تلاحظ أستاذ محمد أن المملكة العربية السعودية خفضت صادراتها من النفط بنسبة مليون برميل وذلك هذا هي أولى المؤشرات أن وصول بايدن لسدة الحكم في البيت الأبيض سيعيد السياسة الأمريكية كما كانت سابقا لأن الرئيس ترامب الرئيس الحالي الذي ستنقضي فترته بعد نحو 13 يوما تقريبا هو من خارج المؤسسة السياسية الأمريكية المؤسسات الأمريكية مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وحتى وكالات المخابرات وكل ذلك لديه علاقات راسقة مع الاتحاد الأوروبي مع تركيا مع الشرق الأوسط سنعود إلى ما قبل ترامب إذن العديد من الاتفاقات الدولية ستعود لها الولايات المتحدة لكن ألا يضع ذلك المزيد من الأعباء على الاقتصاد للولايات المتحدة هناك العديد من الدفاعات الخارجية تحلل منها الرئيس دونالد ترامب نعم هذا صحيح وستلتزم الولايات المتحدة كما قال بايدن رئيس المنتخب سيدفع ما توقف عنه ترامب للأمم المتحدة لحلف الناتو سيعيد بلا شك التزامات كبيرة وهذا هو تحدي وعلى رئيس بايدن أنه يحرك الاقتصاد بدرجة أكبر لدرجة أنه يغطي هذه المنصرفات هذا تحدي هذا فعلا سؤال جيد وتحدي يواجه إداءة الرئيس بايدن من واشنطن الخبير الاقتصادي عبد المنعم إدريس شكرا جزيلا لك تسعى الدول الأوروبية لممارسة ضغوط على إيران لحطها على الالتزام بالاتفاق النووي الموقع في العام 2015 بعد إعلان تهران بدأ إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بريطانيا وفرنسا وألمانيا أكدوا أن الخطوة الإيرانية تبدد أمال العودة إلى الدبلوماسية عندما تتولى إدارة أمريكية جديدة مهامها هذا الشهر يعود الملف النووي إلى الواجهة بعد قرار تهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم قبل دخول جو بايدن للبيت العبيض ففي الوقت الذي تريد فيه الأطراف المختلفة يعادة يحياء الاتفاق النووي مع إيران تتمسك الأخيرة بكامل الاتفاق القديم فيما تلمح أوروبا عن رغبتها بالمزيد من الإضافات وتوسيع الصيغة القديمة في الأثناء أعربت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا عن قلقها العميق حيال بدء إيران في تخصيب اليورانيوم بمستوى يصل إلى 20% وأدانت هذه الدول بشكل مشترك خطوة تهران معتبرة إياها خروجا كبيرا عن التزاماتها النووية في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 فيما تعهدت أوروبا بسعي بكل السبول الممكنة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بينما طلبت الصين جميع الأطراف بضبط النفس معتبرة أن المسألة النووية الإيرانية وصلت إلى مفترق طرق حرج أما إيران التي ترزح تحت عقوبات أليمة فرضتها إدارة ترامب فترغب في فرض أمر واقع قبل قدوم ساكن البيت الأبيض الجديد فهي ترفض المساسة ببرنامجها الصاروخي أو إدراجه في أي اتفاق مقبل وغالبا ما يقارن المسؤولون الإيرانيون النفقات العسكرية الكبيرة نسبيا لجيرانهم مقابل صناعة الأسلحة والطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات يأتي ذلك مع تأكيدهم أنه ما لم توافق الدول الأخرى في المنطقة على نفس القيود فأن تهران غير مستعدة لتقديم تنازلاته في وقت تدعو فيه دول إقليمية إلى توقيع اتفاق جديد مع إيران وإشراك أطراف أخرى فيه لأن اتفاق 2015 لم يعد له وجود على أرض الواقع تقف أطراف المنطقة مترقبة تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة حيال الملف النووي الإيراني غير مستبعدة أي خطوة غير محسوبة من إدارة ترامب قد تعقد الأمور وتضع المنطقة على حافة الهاوية وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة الكركة الأردنية عبر سكايب الباحث في العلاقات الدولية والشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي أهلا ومرحبا بك دكتور إياد دكتور ضمن أي إطار يأتي هذا الإعلان الإيراني عن زيادة تخصيب اليورانيون مسألة خير لك والمشاهدين الكرام واضح بأن النظام السياسي الحاكم في طهران قد تمسك أكثر باستراتيجية الدفع باتجاه حافة الهاوية التي حاول أن يمارسها في مواجهة التعنت الأمريكي في تعامله ومساره تجاه الملف النووي الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منذ حزيران 2018 السلطة السياسية الإيرانية استخدمت كل الوسائل في مواجهة التصعيد الأمريكي وخاصة العقوبات المشددة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية حتى وصلت باستخدامها هذا النوح من الممارسات رفع تخصيب اليورانيوم أو الانفكاك من الاتفاق النووي كان عبر مراحل أعلنت عنه السلطة السياسية أو النظام السياسي الحاكم في طهران عبر عام 2018-2019 حتى لغاية نهاية 2020 المسار الذي سعى إليه النظام السياسي الحاكم هو رد فعل على جملة من السياسات التصعيدية التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب يعني برأيك هل تستطيع إيران استغلال البلبلة الحاصلة داخل الولايات المتحدة وانشغال الولايات المتحدة وإدارة واشنطن بالشأن الداخلي لتحقيق أي مكاسب من خلال الضغط عبر حديثها عن زيادة تخصيب اليورانيوم النظام السياسي الحاكم في طهران يعني يستثمر كل المشهد السياسي يعني بدقة لمحاولة الحصول على مكاسب سياسية سواء كان في الضرف الاستثنائي الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية والانتقال السلطة من إدارة الرئيس ترامب إلى إدارة الرئيس جوزر بايدل في هذا الوقت بالتحديد أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران تحديدها هي استراتيجية ثابتة بمنع عسكرة البرنامج النووي ومنع تطوير البرنامج للصواريخ الباليستية وتقليم أضافر أو مخالة إيران في المنطقة هذا أعتقد أنه استراتيجية ثابتة إيران تحاول أن تستثمر المشهد السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية التي يعني وهنا السؤال دكتور يعني إيران ترزح تحت عقوبات اقتصادية قاسية الوضع الاقتصادي في إيران صعب جدا لا يخفى هذا على أحد لأي درجة الإدارة الإيرانية قادرة على التمسك برأيها بالحفاظ على الاتفاق القديم دون توسيع هذا الاتفاق كما تطلب بعض الدول الأوروبية يعني إيران حاولت في كل المراحل السابقة بمحاولة المحافظة على الاتفاق لأنه كان في النسبة لها إنجاز بتوافق أممي ودولي شاركها في مجموعة من الدول الخمس دامت العضوية بالإضافة لألمانيا حاولت أن تحافظ على الاتفاق النووي لكن انسحاب الولايات الرئيس ترامب بحزيران 2018 يعني فكك هذا الاتفاق ومارست إيران مقابله كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية بالمحاولة للمحافظة عليه لكن الظروف الاستثنائية التي تعيشت إيران خاصة مع العقوبات الاقتصادية وآثار جائحة كورونا على اقتصادها يعني هي الآن في موقع التنصل من هذا الاتفاق لأن لم يعد حتى الشركاء الأوروبيين داعمين إلى هذا الاتفاق لأن رؤيتهم انسجمت مع رؤية الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب طيب دكتور خلال الأسابيع الماضية توترت الأمور ووصلت التوترات إلى ذروتها لدرجة أن البعض توقع أن الضربة العسكرية ضد إيران قادمة لا محالة هل هذه الفرضية ما زالت قائمة فعلا؟ يعني أنا أحد الذين توقعوا هذا المسار أو هذا السيناريو في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة من المرحل ولا زالت الأمور قائمة طالما كان صاحب الفلسفة الترامبية الذي يسعى إلى محاولة التمسك بالسلطة السياسية في البيت الأبيض ومحاولة توجيه ضربة عسكرية لإيران في هذا الوقت بالتحديد تلبية لرغبات صديقه أو حليفي نيتنياهو ورئيس حكومة الكيان الصيوني ورغبت بعض أصدقائي بالإقليم واضح بأن المشهد كان متوترا إلى درجة أننا كنا ننتظر ساعة الصفر لتوجيه هذه الضربة محاولة من الرئيس ترامب لإعلان الأحكام العرفية والتمسك بالسلطة ومنع تسلوه من جوزيف بايدن لسلطاته التستورية في البيت الأبيض المشهد كان قاتما في هذه الساعات ولا زال أمامنا أسبوعين من يرى المشهد السياسي في واشنطن خلال الساعات الماضية نتوقع كل شيء من هذا الرئيس الذي لا يتعامل مع المشهد بمنطقية أو موضوعية أو حتى قانون من مدينة الكرك في الجنوب الأردني عبر سكايب الباحث في العلاقات الدولية وشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي شكرا جزيلا لك المجال يستمر معكم ولكن بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد أعلن اتحاد كرة القدم للاحتلال الإسرائيلي تجميد صفقة بيع 50% من أسهم نادي بيتار القدس الإسرائيلي العنصري مع شيخ الإمارات حمد بن خليفة وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية أن شبهات تحوم حول مصادر أموال الشيخ الإماراتي وهو ما أثار ريبة لدى الاتحاد الإسرائيلي لافتة إلى أن حكاية بيع نصف أسهم نادي للشيخ الإماراتي تجمدت لأجل غير مسمى وذلك حين بلغت المحطة الحاسمة وهي تصديق اتحاد كرة القدم الإسرائيلي على صفقة البيع بعد إبرام اتفاقية أبرهم لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اشترى رجل الأعمال الإماراتية عضو الأسرة الحاكمة حمد بن خليفة النهيان نصف أسهم نادي بطار القدس المعروف جماهيره بكراهيتها للعرب والمسلمين اتفاق ضجت به الأوساط الرياضية والشعبية في إسرائيل وتغزلت فيه الطبقة السياسية متغنية بحقبة جديدة بين العرب والإسرائيليين واصل تشكيك بأصول أموال بن خليفة مما دعا اتحاد كرة القدم الإسرائيلي لتكليف شركة متخصصة للتدقيق في أمواله وإجابتها عن جميع استفساراتها الاتحاد طلب أن يوافق على الصفقة مع بن خليفة طالبا منه تقديم شهادة حسن سلوك تبرهن عدم قيامه بأي جنحة في السابق بعد مدولات قررت لجنة الاتحاد تجميد الصفقة إلى أجل غير مسمى مبررة ذلك بعدم حصولها على كافة المستندات المطلوبة من بن خليفة صفقة استضمت بعقبات عديدة منذ إعلانها واستصغت أنصار الفريق المعروفين بعنصريتهم ضد العرب والمسلمين فيدفع لهم بن خليفة ملايين دولارات ليقابله بالذنب والشتم تعالت أصوات رابطة مشجعي الفريق لا فاميليا ضد الصفقة وخط أعضاؤها شعارات معادية للعرب على الجدران سلوك لطالما كان نهجا لناد جرت تسميته تأسيا باسم حركة بطار الصهيونية المسلحة أتى خمسمائة مشجع منا ليدعم الصفقة مع بن خليفة وفي المقابل جاء أيضا مئة مشجع فقط معارض للصفقة ليسب ويشتم بن خليفة أما الفلسطينيون فاعتبروا الصفقة وخطوات التطبيع مع إسرائيل بالمخيبة للأمال التطبيع هو خيانة نحن ننظر إليه كشارع فلسطيني خيانة كبيرة حتى ابناء بطار الكوتس هم أكبر فريق عنصري البكره العرب اللي في كل مباراة يشتمون العرب يشتمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بداية التطبيع الرياضي بدأت مبكرا مدفوعة بإعلان الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل في الثالث عشر من أغسطس الماضي اتفاق أبو ظبي وتل أبيب اتفاق تسارعت فيه وطيرة التطبيع بمضمار الرياضة كما في باقي الميادين فهم اشتوة أرطي عربي القدس للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من رام الله مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية عماد أبو عواد أهلا ومرحبا بك سيد عماد ما تعليقك على الخبر يعني بالتأكيد ما يجري حاليا في الداخل الإسرائيلي ملفت للنظر بمعنى قرب ما تقوم به الإمارات من تقارب كبير مع الاحتلال ومساعي الإمارات الكبيرة لعقد صفقات كبرى في هذه الدولة نجد رفض شعبي كبير تحديدا في أوساط اليمين الأيدولوجي والمتطرف لكل صفقة مع الإمارات تحديدا هذا الخبر يشير بشكل أو بآخر بأنه العنصرية في نادي بيتار هذا النادي الذي يرفض أن يدخله شاب يحمل اسم محمد الذي يرفض أن يلعب فيه صفوفه أي شاب عربي عام 2015 استقدم هذا النادي لاعب نيجيري يحمل الاسم محمد تم تغيير اسمه وخرج المتظاهرين بأشد العبارات والإساءة للنبي والإساءة للعرب بالتالي باعتقادي مثل هذا التقرير وقرار اتحاد كرة القدم الإسرائيلي رغم أنه يتذرع بأنه الذي يريد أن يشتري النادي لا يوجد لديه الكثير من السيولة وعليه إظهار ما لديه من وثائق لكن هذا يشير بشكل كبير بأن العنصرية هي التي الآن تغلب في الاتحاد الإسرائيلي وهو وضع طبيعي باعتقادي يعني بعيدا عن عنصرية الاتحاد كرة القدم الإسرائيلي وعنصرية هذا النادي الإسرائيلي بشكل عام كيف تنظرون إلى هذا الاندفاع من قبل الإمارات على مختلف الصعود لتكوين علاقات مع إسرائيل وكيف تنظرون أيضا إلى رد الفعل الإسرائيلي يعني كلما تمد الإمارات يدها لتتعاون مع إسرائيل في أمر يكون هناك رد فعل مغاير لما يتوقعه الجميع هناك العديد من الأحداث والشواد على ذلك يعني بطبيعة الحال العديد من الأنظمة العربية بما في ذلك الأنظمة الخليجية والجزء الأكبر منها هي تدرك تماما بأنها أنظمة غير مرضية للشعوب وتدرك تماما بأن هذه الأنظمة الموجودة منظمة بدعم غربي موجودة بدعم أمريكي تحديدا والعلاقة مع إسرائيل تحديدا ستساهم بتقوية علاقة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي الإمارات تريد من خلال العلاقة مع إسرائيل أولا قمع كل حراك من الممكن أن يكون ضدها ثانيا العمل بشكل كبير على تقوية نفوذها في المنطقة من خلال علاقات مشبوهة ثالثا هي بالتأكيد تريد أن تقول للعالم بأن النظام الخليجي بشكل عام وتحديدا الإماراتي هو النظام منفتح على الاحتلال لكن سيد أبو عواد رغم وجود علاقات واتفاقات للسلام للعديد من الدول العربية واتفاقات تطبيع مع إسرائيل إلا أن شعوب تلك الدول ما زالت ترفض أي تقارب مهما كان هذا التقارب مع إسرائيل ما تفسيرك لما يحدث مع الإمارات بالتأكيد وإسرائيل تدرك ذلك باعتقادي ولديها كل نهاية عام تقرير يصدر عن الخارجية الإسرائيلية يشير بأن غالبية الشعوب العربية ترفض التقارب مع إسرائيل وبأن ما يعرف بالتطبيع والسلام إنما هي علاقات على مستوى رؤساء الدول وعلى المستوى السياسي الأعلى هي تدرك ذلك بشكل كبير الشعوب العربية تعي تماما بأن إسرائيل وبأن جزء من الأنظمة العربية هم في خط واحد في مواجهة كل محاولة عربية للتقدم في مواجهة كل محاولة عربية للنهوض وإعادة الأمجاد العربية هذا الموضوع معلوم لذلك إسرائيل حتى كلما قدم لها العرب شيئا كلما أرادت شيئا أكثر كلما أرادت الإمارات وغيرها أن تشتري أكثر كلما فرضت عليها إسرائيل أكثر لذلك أنا باعتقادي وقناعة الشخصية إسرائيل رغم قناعتها بأن الشعوب العربية لا تريد السلام لكن ستحاول ابتزاز الأنظمة إلى الحد البعيد طيب برأيك ما هي المكاسب التي حققتها الإمارات بعد هذا التطبيع باعتقادي الإمارات لم تحقق أي مكاسب ربما المكاسب الوحيد هو الرضاء الغربي عن هذا النظام الإماراتي الذي سيتلقى المزيد من الدعم الاستخباراتي الأمريكي وربما وعود باستمرار هذا النظام من خلال حمايته بالقوة غير ذلك كانت كل المكاسب الإسرائيلية على المستوى الاقتصادي إسرائيل سترفع صادراتها إلى الإمارات بما يزيد عن ثلاثة مليارات دولارات كلها في اتجاه الصناعات التقنية المقدمة حولت الإمارات بشكل أو بآخر إلى ساحة عمل أمن إسرائيلي تحديدا للموساد كذلك استفادت إسرائيل في الخطاب العالمي والداخلي بأن العلاقة الآن مع العرب توحي بأن القضية الفلسطينية انتهت وبأن التيار الإسرائيلي الذي يرفع شعار السلام مع العرب غير مرتبط بالقضية الفلسطينية نجح وبالتالي تآكلت القضية الفلسطينية من رمالله مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية عماد أبو عواد شكرا جزيلا لك بدأت في غانا الولاية الثانية للرئيس نانا أكوفو أدو الذي انتخب الشهر الماضي بعد حصوله على أكثر من 51% من الأصوات متفوقا على سلفه وخصمه القديم جون ماهاما وعاد أكوفو أدو بتنفيذ برنامج قيمته 17 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد بعد أن ضربت جائحة كورونا أسعار الصادرات الأساسية المتمثلة في النفط والكاكاو ما أدى لحدوث أول انكماش على أساس ربع سنوي منذ ما يقرب أربعين عاما نانا أدو دانكوا أكوفو أدو الرئيس الغني ولد عام 1944 في العاصمة أكرا جنوبي غانا والده إدوارد أكوفو أدو كان الرئيس الثاني للبلاد بعد استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1957 حيث تعد غانا أول دولة استقلت عن الاستعمار في غرب إفريقيا بعد دراسته المتوسطة غادر أكوفو أدو البلاد لاستكمال دراسته في بريطانيا حيث درس المرحلة الثانوية في لانسينج كوليج والتحق بعدها بجامعة أكسفورد حيث نال شهادة الفلسفة والاقتصاد والسياسة عام 1962 وحصل أيضا على شهادة المحاماة من المعهد الداخلي بالانضل الذي يشرف على تعيين القضاة والمحامات في المملكة المتحدة كما نال أكوفو أدو بكالوريوس الاقتصادي من جامعة غانا في سبعينيات القرن الماضي بدأ العمل في شركة قانونية بباريس بالتزامن مع انخراطه في السياسة في غانا عبر انضمامه إلى صفوف الحركة الشعبية للحرية والعدالة التي يتزعمها والده إدوارد أكوفو أدو عام 1997 انتخب أكوفو أدو عضوا في البرلمان الغاني عن مدينة أبوكوا بعدها بعام خاض المنافسة داخل الحزب الوطني الجديد لترشح للرئاسة لكنه خسر أمام جون كوفور الذي فاز بمنصب الرئاسة فيما بعد وعينه وزيرا للعدل قبل أن يتولى بعدها منصب وزير خارجية عام 2008 خاض الرجل السباق الرئاسي وخسر أمام منافسه بفارق أقل من 1% عام 2012 ذاق أكوفو أدو الخسارة في انتخابات الرئاسة الغانية للمرة الثانية أمام جون درهم مهاما وفي السادس من ديسمبر عام 2016 فاز أكوفو أدو في السباق الرئاسي الذي خاضه للمرة الثالثة بعد حصوله على 54% من مجمل الأصوات ليصبح الرئيس الخامس المنتخب لغانا وفي السابع من ديسمبر عام 2020 فاز نانا أكوفو أدو في انتخابات الرئاسة لولاية ثانية عاقب حصوله على أكثر من 51% من الأصوات وصلنا إلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم مع رشا الحلبي تفضل لرشا شكرا لك محمد أهلا بكم اقتحام الكونغرس الأمريكي قبيل التصديق على نتائج الانتخابات كانت محطة اهتمام الفضاء الرقمي ونالت كما كبيرا من التفاعل البداية من الديمقراطية في الولايات المتحدة التي باتت موضع تساؤل المغاردين العرب قال أحدهم إن الأحداث أثبتت أن تشبيحة والبلطجة والغوغائية ظاهرة عالمية ولا تقتصر على ما سموها أو باشا السلطة في بلادنا فيما أكد البعض أن من راهن على ترامب خسر ومن راهن على شعبه انتصره ولكن بغض النظر عن اليوم الفوضوي رأى مغاردون أن التصديق على النتيجة استمر طوال الليل لضمان بقاء الديمقراطية عكس ما قد يحصل في دول أخرى كانت استغلت الظروف لتعليق العملية وشدد البعض أن الديمقراطية خضعت لامتحان قاس لكنها لم تسقط وقد تأكد أن الديمقراطية وتدول السلطة هما الثروة الأكبر والسلاح الأمضى الذي تمتلكه أمريكا ويصنع تفوقها ورغم أن التشبيهات مع ثورات الدول العربية مضحقة فإن آخرين أكدوا أن المشهدين على طرفين نقيد فمن جانب كان حراك تواقل الديمقراطية حورب بالدم ومن الجانب الآخر حراك قد على ديمقراطية دولة ولو بالدم المشهد في العاصمة الأمريكية إذن أثار موجة كبيرة من التعليقات والنكاة التي تقارب ما حصل بما وقع في عدد من الدول العربية نشاهد مختارات اشتركوا في القناة مشاهد انبطاح نواب الكونغرس لحظة اقتحام المبنى تداولها المغاردون بشكل كبير نتابع مشاهد اقتحام الكونغرس نالت نصيبها من التعليقات تخيل بعض لو حصل اقتحام مشابه لمجلس النواب في بلادهم ربما لذهب ضحيته شعب بأكمله فيما تندر آخرون من التحليلات التي تعتبر ما حصل أعمال عنف إذ إن تلك المشاهد باتت اعتيادية في بلادهم العربية إلى هذا دشن ناشطون هاشتاج بداية انهيار أمريكا قائلين إنه من اليوم فصاعدا لا يحق للأمريكيين التفاخر بديمقراطية فقد سقط القناع وما بعد السادس من يناير ليس كما قبله واعتبر آخرون أن الولايات المتحدة سفكت الدماء وقتلت الأبرياء بذرائع جوفاء وهي حتما ستزول هاشتاج آخر دشنه الناشطون وهو الربيع الأمريكي البعض قارن بين مشاهد من يوم سقوط بغداد عام 2003 ومشاهد من اقتحام الكونغرس قال آخرون إن أوباما وهيلاري دعا مال انقلابات والثورات العربية وهددوا الحكومات بعدم التعارض لثوار باسم حريات التعبير وحق الإنسان مستغربين وصفهم لما حصل في الكونغرس بالإرهاب فيما أكد البعض أن ترامب اتبع أصوبة البلطجة السياسية خلال فترة رئاسته ولم تقتصر أفعاله على أمريكا بل تأثر بها العالم أجمع رسوم تجسد أعمال الشغب التي وقعت في الولايات المتحدة نشاهد نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم معودة إليك محمد شكرا لك رشاء أمالآن إلى أهم الأخبار الإقليمية والدولية باختصار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يتهم اليونان بدفع لطالبي اللجوء الأبرياء إلى الموت منتقدا الصمت الأوروبي حيال هذا السلوك غير الإنساني مقتل ستة مدنيين وإصابة سبعة آخرين معظمهم من النساء إثرى قصف مدفعي للخوثيين استهدف منطقة سكنية شمالية محافظة تعز جنوبية اليمن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلن إجراء الطرفي النزاع في البلاد عملية تبادل شاملت خمسة وثلاثين أسيراً وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي مقتل سبعة أشخاص على الأقل إثراء تفجير استهدف حفلة عسكرية وسط العاصمة الصوملية مقديشو فيما لم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم مصادر أمنية أفغانية تحصي مقتل 23 من المدنيين وقوات الأمن في هجمات متفرقة تزامناً مع استئناف محادثات السلام بين الحكومة وطالبان في الدوحة ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا يفرض حالة الطوارئ في العاصمة توكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا منظمة الأغذية والزراع فاو تقول إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال ديسمبر الماضي للشهر السابع على توالي بصدرتها منتجات الألبان والزيود النباتية بساق واحد يؤدي الشاب الفلسطيني محمد عليوة رياضة القفز المعروفة بالباركور في مدينة غزة وفقد ساقه اليمنى أواخر عام 2018 جراء إصابته برصاص إسرائيلي وذلك خلال مشاركته بمسيرة العودة وكسر الحصار الحدودية وبدأ الشاب الفلسطيني ممارسة هذه الرياضة كتحدي لظروفه الجديدة بعد مرور عام على إصابته أنا محمد حاتم عليوة عمره 18 سنة من سكان حياة الشجاعية أنا صبت في المسارات العودة في تاريخ 19-2018 أنا حياتي كانت قبل الكورة كانت كرياضة كورة تقدم كمارس رياضة بشكل طبيعي فبعد ما تصوبت أكل الطلق متفجر فبعدها لما أكلت الطلق رحت على المستشفى خدوني لما وصلت للمستشفى نميت وصحيت لقيت رجل مبطورة فبعد أول ما تصوبت أنا عانيت كثير بالإصابة أولها إنه أنا كيف أفقت رجل ما كنت يعني جديد في الإصابة يعني ما كنتش فهم إشي فبعدها الحمد لله يعني أنا قلت أنا تتحدى عزيمتي تتحدى إصراري رجعت أمارس الرياضة بشكل طبيعي رجعت أمارس حياتي بشكل طبيعي هذا بفضل بفضل أصحابي بفضل أبوي وأمي هدول هم السبب الوحيد اللي خلونا أرجع أكمل مسيرتي في الرياضة تتحدث الاحتلال تتحدث عزيمتي تتحدث إصابتي تتحدث العالم كله في الرياضة تبعتي في العزيمة اللي عندي وأنا إن شاء الله رح أكمل مسيرتي بهذا وصلنا إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي نقشنا فيه إقرار الكونغرس بفوز بايدن وتعهد ترامب بتسليم السلطة وتركت ترامب الاقتصادية داخليا وخارجيا وضغوط أوروبا على إيران للالتزام بالاتفاق النووي شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة